استكمالاً لأمثلة الوحدة الثالثة نظام تكليف الأوامر الإنتاجية مثال 4 تستخدم الشركة الصناعية AZZ نظام تكليف الأوامر الإنتاجية وفي شهر محرم عام 1435 أمكن استخراج البيانات التالية من سجلات الشركة والخاصة بالأوامر الإنتاجية التي تم تشغيلها خلال الشهر رقم 1 تكلفة المواد المباشرة المنصرفة للأوامر وتكلفة الأجور المباشرة بياناتها كالتالي عند الأوامر 5001 5002 5003 5004 5005 والإجمالي دي تكلفة المواد المباشرة لكل أمر من الخمس أوامر ودي تكلفة الأجور المباشرة لكل أمر من الخمس أوامر ودي تكلفة الإضافية المحملة كانت أعطيها لأربعين في المية من تكلفة الأجور المباشرة يعني مثلاً الأمر رقم 501 كانت تكلفة المواد المباشرة له 15 ألف وأجوره المباشرة 10 ألف والتكلفة الإضافية المحملة له هتكون 40% من الأجور المباشرة يعني أخذ أرقام الأجور المباشرة وأضربها في 40% يديني التكلفة الإضافية المحملة رقم 2 بلغت تكلفة المواد المنصرفة للاستخدام العام للمصنع 15 ألف ريال والأجور غير المباشرة 10 ألف ريال والتكلفة الصناية غير المباشرة الأخرى 22 ألف ريال واستهلاك الآلات والمعدات 18 ألف ريال إيه المقصود بالأرقام دي الأرقام التكلف ديت أرقام التكلفة لو جمعناها مجموحهم هيساوي التهصاد غير مباشرة فعلية يبقى التكلفة الصناية غير المباشرة الفعلية اللي هي دي رقم 3 تم استكمال الأوامر أرقام 5001 5002 5005 بينما سلمت الأوامر أرقام 5001 و 5005 للعملاء المطلوب رقم 1 تحديد فروق تحميل التكاليف الإضافية وقيد معالجتها بفرض أنها ترجع لأسباب غير جوهرية رقم 2 أعداد ملخص بطاقات تكلفة الأوامر الإنتاجية ثلاثة تصوير حساب مراقبة الأوامر الإنتاجية تحت التشغيل وحساب مراقبة الأوامر الإنتاجية التامة حل مثال 4 هنحلم بعض مطلوب 1 و 2 حل مطلوب 1 تحديد فروق التحميل ومعالجتها فروق التحميل التكاليف إضافية بتساوي تكاليف صناعية إضافية محملة ناقص تكاليف صناعية غير مباشرة فعلية تكاليف صناعية إضافية محملة دي بتساوي أساس التحميل الفعلي في معدل التحميل لكن غير المباشرة الفعلية دي معطا طب نجيب دي ازاي كان عندي في التمرين معطا 40% من الأجور المباشرة يبقى أنا أمسك كل أمر أشوف الأجور المباشرة بتاعته كام وأضربها فيه 40% طبقا للمعطا في التمرين وده نعمله في الجدول التالي قد الأوامر الخمسة 50001 لحد 5005 قد الأجور ومعدل التحميل وتكلفة إضافية محملة الأمر رقم 50001 كانت أجوره معطا بعشر تلاف ومعدل التحميل كان معطا ب40% يبقى تكلفة الإضافية المحملة الخاصة به تطلع 4000 ريال وهكذا لكل أمر 50002 كانت أجور المباشرة 30 ومعدل التحميل 40% حصل ضربهم حيطلع 12 ألف الأمر 5003 أجور المباشرة كان معطا ب40 في معدل التحميل 40% تساوي 16 ألف ريال الأمر رقم 5004 كانت الأجور المباشرة له 20 ألف معدل التحميل معطا ب40% حصل ضربهم 8000 ريال 5000 وخمسة كانت الأجور مباشرة له 50 ألف معدل التحميل 40% حصل ضربهم 20 ألف نجمع إجمال الأجور المباشرة 150 ألف لو ضربناها برضو 40% تطلع لي 60 ألف اللي هي مجموع التكاليف الإضافية المحملة للخمس أوامر للخمس أوامر يبقى عندي التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعالية كنا مجمعينهم اللي هي كتموطة بالتفصيل جمعناهم 15 ألف و10 ألف و22 ألف و18 ألف يبقى دي 65 ألف فروق التحميل هتساوي ته إضافية محملة ته إضافية محملة اللي حسبناها في الصفحة السابقة ب60 ألف والته صاد غير مباشرة فعالية اللي لسه مجمعينها دلوقتي 65 ألف يبقى الفرق بينهم 5000 بالنقص الفروق 5000 بالنقص كانت ترجع الأسباب غير جوهرية يبقى تقفل في حساب اللي هي أرباح وخسر ليه لأنها ترجع لأسباب غير جوهرية يبقى تقفل بالقدة مدين داين بيان 5000 حساب الأرباح وخسر 5000 فروق تحميل التكاليف الصناعية الإضافية حل مطلوب 2 إعداد ملخص بطاقات الأوامر الإنتاجية شكل الملخص بيكون كالآتي الأوامر الخمسة من 50001 ل5005 رصيد أوامر تحت التجريل أول مدة تكاليف الفترة حالية في مواد مبشرة أجور مبشرة تكاليف إضافية محملة الإجمالي وموقف الأمر خلي بالكوا بقى هنا كل أمر من الأوامر الخمسة لازم ندور على ثلاث حاجات هم مواد المبشرة كام أجور المبشرة كام التكلفة الإضافية الخاصة به كام؟ دي كانت موطة ودي كانت موطة ودي حسبت بضرب الأجور 40% كنا حسبناها بضرب الأجور المبشرة 40% بقوا الثلاث حاجات جاهزين عندي نشوف الأمر الأول ما كانش ليه رصيد أوامر تحت التجهيل أو المدة كتما أود المبشرة موطة بـ 15 ألف أجور المبشرة موطة بـ 10 ألف وحسبنا من المطلوب الأولاني تكلفة إضافية محملة له كتربعة ألاف مجموحهم 29 ألف الأمر الثاني ما كانش ليه رصيد أوامر تحت التجهيل أو المدة وكتما أود المبشرة موطة بـ 20 ألف أجور المبشرة موطة بـ 30 ألف التكلفة الإضافية المحملة حسبناها من مطلوب رقم واحد 12 ألف مجموحهم 62 ألف الأمر رقم 5003 ما كانش ليه رصيد أوامر تحت التجهيل أو المدة مواد المبشرة كتما أود المبشرة بـ 10 ألف أجور المبشرة موطة بـ 40 ألف التكلفة الإضافية المحملة له كنا حسبناها من مطلوب رقم واحد بـ 16 ألف نجمع يطلع الإجمالي 66 ألف الأمر رقم 5004 ما كانش ليه رصيد أوامر تحت التجهيل أو المدة وكتما أود المبشرة موطة بـ 25 ألف أجور المبشرة موطة بـ 20 ألف تكلفة الإضافية المحملة حسبناها من مطلوب رقم واحد بـ 8 ألف نجمع الثلاثة مبعا بالإجمالي 53 ألف الأمر رقم 5005 ما كانش ليه رصيد أوامر تحت التجهيل أو المدة وكتما أود المبشرة 30 ألف أجور المباشرة كانت موطة بـ 50 ألف وحسبنا له التكلفة الإضافية المحملة من مطلوب رقم واحد حسبناها بـ 20 ألف نجمع الثلاثة يبقى 100 ألف الإجمالي النهايي مجموع عمود المواد 100 ألف مجموع عمود الأجور 150 ألف مجموع التكلفة الإضافية المحملة 60 ألف والإجمالي لما نجمع 29 ألف زايد 62 ألف زايد 66 ألف زايد 53 ألف زايد 100 ألف تطلع 310 ألف اللي هي برضو لو جمعنا 100 ألف زايد 150 ألف زايد 60 ألف تطلع أيضا 310 ألف طيب موقف الأمر نلاحظ أن في المعطيات كان ميعاطيني أن الأمر 501 تم و 502 تم و 505 تم دي الأوامر اللي تمت إذن أنا أوتوماتيك لوحدي أعرف أن الاتنين دولات ما تموش يبقى 501 و 2 و 5 تم 5001 و 5002 و 555 أوامر تمت إذن 5003 و 5004 دول أوامر ما تموش بس تنتكى لوحدي يبقى ده غير تم ما زال تحت التجهيل وده أيضا غير تم ما زال تحت التجهيل من الثلاثة اللي تمم هيعطيني معلومة في المعطيات جزء منها اتباع وجزء ما اتباعش اللي اتباع 5001 هو تم وسلم للعملاء و 5005 تم وسلم أيضا للعملاء أستنتج من كده أن 5002 تم بس ما تسلمش يعني ما تسلمش باقي بالمخازن تم باقي بالمخازن ترجمة نانسي قنقر